اشتركوا في القناة اتحدث اليكم اليوم من واقع حقكم عليها كجمعية عمومية انقل اليكم من وقت لاخر ما ينبغي ان اضعه امامكم لان الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل وما نحن الا نواب عنها في رعاية مصالحها وقد اليت على نفسي ان اعمل في حدود هذه الوكالة او هذه الانابة وان اؤدي عملي بما يحقق مصلحة او مصالح الجمعية العمومية للمحامين احب ان اوضح ان ما ساطرحه الان ليس ردا على احب فقد تعودت في حياتي ان لا ارد وتحديدا او اكثر تحديدا ان لا ارد على اللغو فاللغو لغو لا يرد عليه الامر الثاني انها ليست ادانة لشخص محدد حتى وان المحت المعايب او الانتقادات التي سوف اطرحها من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الا انني لا ادين اشخاصا ولا اقضي بادانة اشخاص وليس مقصدي من طرح الحقائق ادانة الشخص بعينه خطابي اذا هو لكم بشفافية فيما يمس مصالحكم كيما تعرفوا الحقائق معرفة حقيقية عن نفسي انا لم اتأخر قط عن محاسبة ما استطعت ان اصل اليه من مفاسد فورا ان توليت امور نقابة المحامين قمت انا وزملائي بحصر بعض المخالفات الواضحة وقدمت فيها بلغات ليست ضد اشخاص بعينهم وانما عن وقائع وقائع اختلاس وقائع استيلاء على مال الدولة وقائع تربح من مال الدولة الى اخوة ما العام وهذه الوقائع جاري تحقيقها في نيابة الاموال العامة العليا عن ست بلغات مقدمة انما لم يكن هذا هو كل ما يمكن ان اصل اليه من المفاسد التي جرت وكان لابد اذا من معاونة الاجهزة المتخصصة وكانت البداية مع الجهاز المركزي للمحاسبات لا يخشى لا يخشى الجهاز المركزي للمحاسبات الا اللي على راسه بطحة فاذا كان انا لا اتغيى في ممارسته التغول على المال العام ولا اهداره ولا اللعب بالمصالح المعهود بها الي فلا بأس من ان يراقب الجهاز اعمالي وان يجري التصحيح الذي يريد وان التازم بهذا التصحيح طالما ان الغاية واحدة هي ضمان ان يكون الاجراء بشفافية تحقق الغاية والاغراض النبيلة منه وعلشان كده انا لجأت للجهاز المركزي للمحاسبات طالبا من المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز ان يفتش عليها ان يفتش على النقابة العامة للمحامين الان الان منذ توليتها وان يشمل هذا التفتيش كل ما صدر او يصدر عن النقابة او عن النقابات الفرعية وطرحت عليه اسباب ذلك وانه من المحال على احد ان يشق طريقه واستهاده الغابة والفساد المتجذر دون معاونة تنير له الطريق ولم يكن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي استعنت بها على معرفة الحقائق والمخبئات داخل نقابة المحامين وانما كان هناك ايضا تكليف لاجهزة خاصة وسيادية اخرى مناسبة هذا الحديث اذا الى الجمعية العمومية انه قد وردت الي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اعوام 2016 و2017 و2018 ولازمنا في انتظار التقرير عن عام 2019 الذي اتوقع ان ما خفي فيه كان اعظم كثيرا مما ظهر في حساب اعمال او ميزانيات او احصاءات او السنوات 2016 و2017 و2018 الهدف هو ان اشرك الجمعية العامة معي في هذا القرار في مراجعة هذه الميزانيات وفي اتخاذ اللائم باعتبار اللازم باعتبار الجمعية العمومية هي الاساس وهي صاحبة السلطة العليا علي وعلى مجلس النقاب العام اول ملحوظة وردت فيه احد نبتدي بتقرير الجهاز المركزي عن عام 2018 اول الملحوظات قاله عدم ادخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها في جميع تقارير الجهاز السابقة لماذا اذا التراخي قرابة عشرين عاما عن الاستجابة لهذه التعديلات التي يطلبها الجهاز الجهاز المركزي للمحاسبات على اللائحة المالية التي تضار بها ماليات النقابة وان يحدث هذا على مدار عشرين عاما لا يتحرك احد بتعديل هذه اللائحة ومواكبة الملاحظات التي يقرع بها الجهاز الاجراش قيمة هذا التعديل ان اللائحة المالية لنقابة المحامين تحل محل الميزانية العامة للدولة محل كل القوانين التي تكفل بها الدولة ضبط ميزانياتها وحساباتها واموالها اللائحة المالية لنقابة المحامين هي كل شيء يتعلق بماليات نقابة المحامين وباموال المحامين التي هي في حكم القانون اموال عامة الملاحظة التانية عدم وجود سجل للسيارات النقابة عدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغ قيمتها تسعة مليون وربعمية اتنين وستين الف ومئة ستة واربعين وعلمة عشرية اربعة وتمانين دعوني اقول ان انا شخصيا استفدت بالملحوظة دي وطلبت من المسؤولين ان يوافوني باصول هذه السيارات ما هو انا بتعلم من الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيشتغل صح لا يضيق بالملحوظة وانما يسعى لتصحيحة انا اول واحد او بقول المسؤولين عندي في النقابة مفضلكم وافوني باصول هذه السيارات اذا لم تكن موجودة علي ان اوفرها لانه واجب توفيرها الملاحظة التالتة غموض بيان مصير الاصود المشترى قبل عام 2016 اقولها وامضي لان غموض مصير الاصود المشترى يحمل العشرات بدل مئات من علامات الاستفام والاستمرار على سريان هذا الغموض رغم تكرار التحذير من تبعاته وتكرار الوجوب اجراء هذا او فك هذا الغموض وحسب ما ورد في الصحيفة الرابعة من هذا التقرير يعني له علامات وله استنتاجات لا احب ان اخوض فيها لانه انا هطلب من الجمعية العمومية ان تتشارك معي في دراسة هذه الامور قالوا رابعا خلووا حسابات النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من اي حسابات خلي بالكم اللي جاي من اي حسابات لمشروعات الاسكان بالنقابة وملفاتها كخبار بيض لانا لسه في اجتماع المجلس يوم عشر اتناشر الذي حدث فيه ما حدث وانا بقرع الاجراص ان هذه الملفات متغياء من البعض لما يلابس العمل فيها اقول هواء لا اعلق بالمزيد هنا بقى يقولوا بقى خلو حسابات النقاب العامة وصندوق الرعاية الصحية من اي حسابات لمشروعات الاسكان بالنقابة وملفتها حيث انه كما ورد بالتقرير تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الاسكان بالنقابة والملفات الخاصة بها وبيان باراداتها ومصروفاتها والميزانيات الخاصة بها والكيان القانوني لها انوجد حيث خلت حسابات النقابة العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية التابع لها من حسابات تلك المشروعات هذا وقد سبق ان افادت النقابة ردا على استفسارات الجهاز في هذا الشأن ضمن كتابها رقم مية واثناشر في خمسة اتناشر الفين وسبعتاشر بانه سيتم مخاطبة ادارة الاسكان وسنوافيكم بالرد ثم يعقب الجهاز فيقول دون ان يوافى الجهاز بالرد ولا بشيء من البيانات المطلوبة حتى تاريخه يعني تاريخ تحرير هذا التقرير راجع صفحة خمسة وستة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام الفين وثبنتاشر خامسا عدم اتخاذ اجراءات تحصيل مديونيات النقابة او مديونيات للنقابة طرف الغير جاوزت سبعة ملايين جنيه يعني انا اكون مثلا على ايه النقابة خلصوية الف جنيه محدش بيجري وراها على سبعمائة الف جنيه محدش بيجري وراها فلان تعاقد والداشكات مضروبة لا رصيدة لها محدش بيجري وراها التحصيل سبعة مليون جنيه جاوزت سبعة ملايين جنيه ولا يتحرك احد لاتخاذ اجراءات للتحصيل ولبحث ودراسة مديونيات هذه المديونيات طرف الغير والمرحلة منذ عدة سنوات محاملين محامين وعاملين وشركات وموردين اخرين والتي بلغ امكانه حصولها رجاء سبعة سبعة من التقرير سادسا عدم احكام الرقابة على السلف المؤقتة التي بلغت في عام واحد وهو عام الفين وتمنتاشر ما يقارب اتنين مليون جنيه ده يبقى فيه في الاعوام السابقة سبعتاشر وستاشر لسه حنشوف كمان تمنتاشر تسعتاشر يعني ايه عدم احكام الرقابة على السلف المؤقتة انت بتسلف وما فيش يعني لا بتحكم رقابة على السلف ولا على التحصيل وذلك بالمخالفة لنص المادة ستة وسبعين من اللائحة المالية اللي بلحدش عاوز عديلها من النقابة والتي تقضي بان يتم تسوية السلفة فور اتمام العملية او العمليات وبحد اقصى اسبوعين من تاريخ الصرف خبار رابيان ده الاسبوعين بقت سنين وما حدش بيستوفي وكذا حكم المادة رقم 77 من اللائحة المشار اليها التي تقضي بان كل ما يتأخر في تسوية السلفة المؤقتة عن المدة المقررة يخصم يخصم مبلغ السلفة من مستحقاته فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية قبله راجع الصفحتين او الصفحتين سبعة وثمانية من التقرير سابعا صرف مبالغ لعاملين تحت مسمى عهد ولم يتم تسويتها ومن اخطر خلي بالكم اللي جاية دي ومن اخطر هذه العهد ما لاحظه الجهاز في حدود ما امكان حصره صرف خمسمائة جنيه بغرض الصرف على مؤتمر العام للمحامين بالغرداء راجع صفحة خمسة من التقرير خلي بالكم ده حتة صغيرة تنتوفة لسه جاي المصيبة في مؤتمر المحامين بالغرداء ده هنا بيتكلم عن فاتفوتة كده صغيرة انه زيد من الناس اعطيها تحت مسمى عهد لتسويتها ما قيمته او ما هو مبلغ خمسمائة مليون جنيه اي نصف مليون جنيه بغرض الصرف على المؤتمر بالغرداء دون حساب راجع صفحة تمانية بالتقرير شوفوا اللي جاي بقى قالوا ثامنا ولسه اللي بعدها واللي بعد اللي بعدها السلف المستحق لدى البعض بعض العاملين ومن بينها ومن بينها موظف واحد يدعى فلان حاصل على سلفة اكثر من مليون جنيه فلان ده هو حسن البدري فلان ده هو حسن البدري حاصل على سلفة اكثر من مليون جنيه ولم يتم محاسبة حتى تاريخه تاريخ تحرير التقرير بتاع 2018 حيث اثبت التقرير استمرار تضمين ارصدة السلف المستحقة طرف الموظف السابق بالنقابة عن سلف مؤقتة منصرفة له اعتبارا من عام 2010 من عام 2010 حتى عام 2012 طيب تحت حساب اعمال تطوير النقابة وانه سبق للجهاز وان اعد تقريرا باهم الملاحظات التي شابت المستندات المقدمة في سبيل تسوية مبالغ السلف المشاري اليها وان النقابة افادت ضمن ردها على تقرير الجهاز عن فحص ومراجعة ميزانية النقابة خلي بالكم في 31 12 2013 ال 31 12 2013 الوالد للجهاز بتاريخ ستة همانية 2017 2017 وكاتب بن قسين لاحظ ان الرد كان بعد اربع سنوات بعد اربع سنوات بان المستشار القانوني للنقابة قام باحالة الامر للسيد المستشار النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من وردت اسماؤهم بتقرير الجهاز المشار اليه وذلك بتاريخ سبعتاشر تسعة 2014 وهو ما عقب عليه الجهاز ده الجهاز اللي بيقول في حينه بضرورة متابعة الامر من قبل النقابة وموافاة الجهاز بنتيجة التحقيق وما انتهى اليه الامر حتى تاريخه حيث لم يتبين لنا حتى تاريخه انتهاء الفحص تاريخه تسعتاشر يوليو سنة 2019 يوليو 2019 المستجدات في هذا الشأن راجع صفحة تسعة من التاريخ انا والله قبل ما طالع هذا الكلام لقيت قدامي امر معلق حسن البادر ده يا اما مخطئ يبقى يحاسب يا اما غير مخطئ يبقى يرد الى وظيفته والى عمله ويعطى استحقاقاته طلبت الملف فقدم لها تقرير وقالوا ان الكلام ده عند النيابة الكلام ده عند النيابة ومعاد النيابة من سنة 2013 طب حصل ايه حدش يسأل ما حدش سأل فانا بعادت لصاحب الشأن تعالى ما الذي حدث التحقيق اللي ضدك ده تم فيه ايه قال لي فاني بدي تحفظ بقى له قد كشف قلت له فيه ده قال لي طبعا فاني انا اجيب لي ساتك للايه الشهادة بانه قد حفظ اداريا لعدم الصحة طلبت الشهادة جاتني الشهادة القصة الشهادة ولكني لم اكتفي وارسلت الى النيابة للاستفاق فاستوثقت يبقى انا قمت من جنيبه رغم انني لست مسؤولا عن هذه الاجراءات بان اتحرى الحقيقة وان اضع النقاط فوق الحروف وان النيابة قد اعطت هذا التحقيق رقما اداريا وقامت بتاريخ يرجع الى سنتين مضت وكلفت الاستاذ امين الصندوق بتسوية موقفه على ما يتضح له من واقع دراسة الملف يبقى الجهاز المركزي ده مش خص ده انا بقول له متشكر انك انت ممكن تنبهني الى مخالفات موجودة قد تكون بريئة وقد تكون بقصة نية وقد تكون غير بريئة في الحالة التانية حصلح نفسي في الحالة الاولانية حاسب المسؤول واللي ايه قالوا بديونية جاري النقابات الفرعية انا عاوز احكيها كتان دي الجملة دي مديونية جاري النقابات الفرعية بلغت نحو اه 38 مليون جنيه يا خبر بيار التي تبين استحالة تحصلها ليه ليه تبين استحالة تحصلها وان هناك شبهة في اعطاء هذه المديونيات قالوا لانها خرجت من قبل النقابة العامة تحت مسمى دعم نقدي للنقابات الفرعية وفقا للمذكرة المعروضة على السيد النقيب العام للمحامين انا ذاك في هذا الشأن الله طب طب ايه زايدة طب ده ازاي ده انا بيانبين زاميلي ان السلف خمسمائة الف جنيه هل انا قلت خمسمائة جنيه طبعا يبقى خطأ مطبعي لا هي خمسمائة الف جنيه انا يبقى ده خطأ مطبعي اعود للفقرة اللي قلتها قبل اللي فاتت اللي اعطي الموظف في الغرداء مش خمسمائة جنيه خمسمائة بس انا قلتها كذا مرة خمسمائة الف جنيه طيب ليه دعم نقضي للنقابات الفرعية ما يعطى للنقابات الفرعية له قنوات وفي لها مخصصات ولا حقوق تاخد حقوقها اهلا وسهلا انما الدعم ده تحت عنوان ايه يعني يعني دعم مثلا عشان انا رايح في فترة الريبة بتاعت الانتخابات بيتعمل لي وليمة او مادي دعم بس مش دعم بقى ده مصاريف وليمة بتتحملها النقابة الفرعية عشان تعزمني عشان اجمع الانصار فده ما ينفعش كده ده ما ينفعش فالتقرير المديونية جاري النقابات الفرعية بلغت نحو 38 مليون جنيه تبين استحالت تحصلها لانها معطاة تحت بند دعم نقدي للنقابات الفرعية طبعا ورد اليها تقارير خاصة ببعض النقابات الفرعية لسه حيأتي اوانها ولا كل نقابة فرعية ان تراجع نفسها التسعا عدم صحة الارصدة البنكية اقولها تاني عدم صحة الارصدة البنكية وعدم قدرة الجهاز المركزي للمحاسبات على الوقوف على مدى صحة وسلامة هذه الارصدة وما ابداه الجهاز من تحفظ بشأن حسابات النقابة بالبنوك فضلا عن عدم القدرة على ادارة هذه الارصدة للحصول على افضل العوائد للنقابة حيث اظهر التقرير مخالفات عديدة بشأن الارصدة البنكية ببعض حسابات النقابة والشهادات لدى بنوك مصر و CIP والبنك العقاري المصري العربي ما بين واحد عدم صحة بعض الارصدة البنكية اثنين عدم موافاة الجهاز بطبيعة بعض الحسابات ومستنراتها للوقوف على صحة وسلامة الرصيد تلاتة وجود مبالغ مجمدة غير معروف اسباب ومبررات تجمدها خمسة تحصيل مبالغ من مشروع يسمى مشروع الانابة لم يراعي اظهار اثره ذلك على عدم اعداد القوائم المالية ودون ظهور اي اثر لاراداته بالقوائم المالية للنقابة وعدم موافاة الجهاز بكشوف الحساب بشانه وتحفظ الجهاز على جميع المعاملات التي تمت على حساب هذا المشروع بالسحب او الاضافة منذ فتح الحساب وحتى استخدامه لمعهد المحامى وطلب الجهاز كشوف الحساب التي تخص مشروع الانابة اداعا وصرفا والقرارات الصادرة بشأنه والافادة ولم ترد الى الجهاز حتى الان يوليو 2019 قبلنا ما اجي ستة عدم ظهور او اظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة العامة وصندوق المعاشات سبعة عدم امساك النقابة دفتر للودائع تمانية عدم قيام النقابة باثبات الارادات المستحقة عليها الودائع والشهادات للسنة المالية المنتهية تسعى عدم مخاطبة البنوك لموافاة النقابة بالاشعارات اللازمة ودراسة الودائع ومعدلات الفائدة حتى يتسنى للنقابة تحقيق افضل عائد من اتسمار اموالها بيان وتفصيل ذلك بالصفحات 11 12 13 14 من التقرير نقالوا عشرا خلي بالكم اللي جاية دي قيام بعض اعضاء مجلس النقابة قيام بعض اعضاء مجلس النقابة والموظفين نبيها بشراء مخلثات النقابة العامة بتاقي اللي محتاجين اقولها تاني لجملة قيام بعض اعضاء مجلس النقابة العامة والموظفين بها بشراء مخلفات النقابة العامة ودون حصرها ادي واحد ودون حصرها اتنين ودون تثمنها تلاتة او تقدير قيمتها او اعلان مزايدة عنها انهر بيانا وتعذر الوقوف على صحة وسلامة اجراءات البيع وكذا القيمة البيعية وعدم تشكيل لجنة لحصر وتثمين الاصناف المراد بيعها والذي يعتبر تقديرها ثمنا اساسيا للبيع بالمخالفة للقانون وعدم سداد التأمين الابتدائي او النهائي شراء الاصناف التي تم بحها والتعارض في المصالح انا الامين عليها اشتريها ازاي ده اللي قال في المواد 117 وما بعدها من قانون العقوبات التربح التربح من العمل التربح من الوظيفة التربح من المنصب ما ينفعش اقوم بوظيفتين متناقضتين ان اكون مسؤولا عن الاشراف ثم امارس عملا من الاعمال الخضعة لهذا الاشراف الناس اللي بتشتغل زي بالقانون الناس المحامين حقيقة المحامين مش مجرد اسم الاسادزة مش مجرد يعني عياء المحامة علم ومعرفة ورؤية وصواب واخلاص اللي دارس محاما اللي يعرف محاما اللي يعرف قانون يعرف انه لا يجوز وانما هذه جناية التربح في المال العام تبقى ان المواد 117 وما بعدها من قانون العقوبات الذي يكون مسؤولا عن شيء ثم يدخل متزايدا فيه او مشتريا فيه ليه لان هناك تناقض بين وظيفة القائم بالاشراف وبين الخاضع للاشراف انت باعتبارك موظفا مسؤولا في النقابة او باعتبارك عدوا في مجلس النقابة مسؤول عن الاشراف على هذه البيوع وعلى ضمان ان تتم وفقا للشفافية حصر للكميات والاعداد والمواصفات ثانيا اتنين تثمين ثلاثة بيان القيمة اربعة التأكد من انها اذا كانت يجب ان تخضع لمزايدة انه قد اتغرزت اجراءات المزايدة خمسة او ستة ان اجراءات المزايدة صحيحة انما كل ده يتلحس ولا يتم وانا المسؤول عنه اخش انا مشتري لا حول ولا قوة الا بالله حادي عشر من اخطر ما تعرض له الجهاز في تقريره ملاحظاته بشأن ما يجري انفاقه تحت مسمى مؤتمرات خلي بالكم معايا اسادزة لاننا حرجع هنا دلوقتي للسلفة اللي عبارة عن خمسمائة الف جنيه المعطاه لاحد المواصفين قبل مؤتمر الغرداء للصرف على المؤتمر خلي بالكم احنا دخلنا على المؤتمر نفسه من اخطر ملاحظات الجهاز ملاحظاته على ما جرى من مخالفات فيما سميه مؤتمر الغرداء وتعرض التقرير بالتفصيل لما جرى اهداره فيما سميه بمؤتمر الغرداء خلي بالكم حيث بلغت مصروفات المؤتمر خلال العام نحو ستة مليون وسبعة وتسعين الف جنيه ستة مليون وسبعة وتسعين الف جنيه في حين ان الارادة المحسوب له مليون وكسور وملاحظات الجهاز اللحظنا واحد التصرف توسع في الصرف على المؤتمر حيث بلغت المصروفات ستة مليون وسبعة وتسعين الف مقابل خلي باركم بقى المقارنة مقابل تلاتة مليون ومتين ستة وعشرين الف في المؤتمر الذي عقده في العام السابق في بورس عيد ايه السبب ايه السبب يا ترى يعني ايه اللي خلى المؤتمر بالسنة اللي فاتت في بورس عيد تلاتة مليون وستة وعشرين الف او ماتين ستة وعشرين الف يتنطأ مرة واحدة للضعف في الغرداء في السنة التالية معين يمكن الغرداء ابعد عن العمران من بورس عيد يعني بورس عيد يعروس القناة يعني بقى ضعف ستة مليون واثنين 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 الف جنيه سبب ايه يعني سبب التوسع ده ايه لا ده سؤال مش انا اللي بيتراحه اللي بيتراحه الجهاز المركزي للمحاسبات بزيادة قدرها اثنين مليون وثنمية واحد وسبعين الف جنيه بنسبة نحو تسعة وتمانين في المئة ده الجهاز اللي بيقول اثنين تعذر التحقق حطوا عليها دائرة تعذر التحقق من صحة وحقية ما تم صرف على المؤتمر وعدم تحديد اوجه الصرف من ضيافة وانتقالات ويعاشة واعداد الضيوف والحضور من المحامين والقواعد التنظيمية للمؤتمر دي ما تعديش ولا تمر مرور انت صرفت ستة مليون وسبعة وتسعين الف ما هو لازم يبقى فيه اوجه صرف محددة عشان تتحاسب ولا ايه ولا هي اميغا فقالوا انه احنا تعذر التحقق تعذر التحقق من صحة وحقية ما تم صرف سواء بالنسبة لأوجه الصرف في الضيافة او في الانتقالات او في الاعاشة او اعداد الضيوف او عدد الحضور من المحامين او القواعد التنظيمية تلاتة عدم موجود بيان تحليلي بارادات المطمر الموضحة او الموضحة لقيمة اشتراك المحامي واسماء المشتركين يعني اقولها وامضي بلا تعليق وعددهم والنقابات التابعين لها حيث تم تسجيل الارادات اجمالا عن اليوم الواحد يعني اللي عاوز يعني يعمل كده زعلوش ملهاش تعبير لكده علمني محمد عبدالله محمد ان هناك تعبيرات قد لا تقدر عليها الفصحة وانه لا بأسة على المحامي الحقيقي من ان يستعمل اللغة الدرجة او ان يستعمل الاشارة للتعبير عن فداحة قد لا تقدر الالفاظ الفصحة على التعبير يعني ما هو انا اذا كنت يعني عاوز العب هو ده اللي بدا المقول انا خدت من علي عشرة وخدت من مصطفى اتناشر وخدت من ميخايل خمستاشر وصرفت على كذا كذا لا اجمالي اليوم الواحد ده كله كده على بعضه ده قلنا العدد ولا الاسماء ولا ايه ولا ايه عشرة جنيه مين بقى شطر كده يتحقق من قيم الده ولا حد النمر اربعة الصرف على بند الاقامة خلال فترة المؤتمر نحو اربع مليون وتلتمية تلاتة واربين الف جنيه زي اللي كان حاصل في شرم الشيخ في الفترة الاخيرة وقيل عنه انه مؤتمر للمحامين مؤتمر عام للمحامين وقتها انا سجلت كتابة على موقع النقابة ان هذا ليس مؤتمرا عاما للمحامين وان النقابة لا علاقة لها بهذا المؤتمر وطلع المؤتمر او ما سميه مؤتمرا في شرم الشيخ وحدث فيه حاجات انا مش هنا اللي قلتها ده المواقع على الانترنت هي اللي جابتها المواقع جابت الرأس اللي موجود والرأسات واللي طلعوا يرقصوا على البيس مع الرأسات وتقال محاضر 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 تشويه ومحاضر تحرش جنسي وإلى آخره ده مؤتمر وبعدين يسأل بعد كده اللي نظم المؤتمر وهو محامي شاب ايه الحكاية ده انتو صرفتوا كذا مليون اه صرفتوا على المحامي خمس سلاف والمحامي يكلف مدفعش لألف جبتوا الفرق منين فالأستاذ المحامي الشاب اللي هو عضو في نقابة القيارة الجديدة على ما اظن من مالي الخاص والطريف ان انا سمعت يعني ان هما كانوا اجتمعوا عشان يرفعوا علي دعوة سب وقسر اهلا وسهلا دعوة سب والقسر حتستوجب تحقيق اوجه الانفاق في هذا المؤتمر انا لا اخاف نرجع للبند اربعة الصرف على بند الاقامة خلال فترة المؤتمر نحن اربعة مليون تلتمائة تهيتي واربعين الف جنيه وهي عبارة عن دفعات لبعض الشركات والفنادق نصير الاقامة خلال فترة المؤتمر دون وجود فواتير تفصيلية مؤيدة لصحة واحقية الصرف البند رقم خمسة صرف انتقالات خلال فترة المؤتمر حوالي مليون جنيه وتم صرف معظمها بناء على طلبات مقدمة دون وجود فواتير من الشركات والجهات القائمة بالنقل ستة بند المطبوعات في المؤتمر تكلفة نحو ثلاثمائة ألف جنيه دون إجراءات صحيحة للتعاقد سبعة صرف عاشة للعملين خلال فترة المؤتمر بنحو مئة وستة ألف جنيه دون وجود كشوف المبالغ المنصرفة لكل منهم تمانية صرف المبالغ وإكراميات لأشخاص وعملين دون سند منها على سبيل المثال الصارخ إكرامية لعامل واحد بأحد الفنادق سبعة تلاف وخمسمائة جنيه دا لو يشتغل محامي وحتديله إكرامية عن يوم واحد مش هتديله سبعة تلاف وخمسمائة جنيه لا حول ولا قوات إلا بالله لا حول ولا قوات إلا بالله هذا هو العبس بأموال المحامي وقاله يراجع في شأن هذه الخلفات مؤتمر الغردقة الصفحات تسعتاشر وعشرين وواحد وعشرين من التقرير ثاني عشر عدم التحقق من صحة صرف مصرفات تحت مسمى انتقالات وإعاشة للموظفين التي قاربت نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه في عام واحد راجع صفحة ثلاثة وعشرين بالتقرير تلاتاشر عدم أو ثلاث عشر عدم رد أو تسوية عهد لعاملين وأعضاء مجلس منهم على سبيل المثال العامر ياسر محمود عبدالصادق ده اللي أنا جيت لقيته على غرفة النقيب وبعد ما درست الأحوال كده بشارق مشيته وقالوا ده 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 صار وهائلة قالوا هما ياسبوا في التقرير حصل على مبلغ مائة ألف جنيه تحت مسمى تجديد حمامات النقابة العامة الحمام حضراتكم موجود وهو بس مش صرف ألف مائة ألف ده صرف يعني وده كان محل تحقيق أجراها الزميلان عبدالحفيز الروبي ومحمود الدخلي وتم تم بثه وحصول بعض الأعضاء أعضاء المجلس على مبالغ تجاوزت مليون جنيه تحت مسميات مختلفة ولم تتم تسويتها راجع صفحة 38 و41 من التقرير حصول بعض من أعضاء مجلس النقابة على مبلغ مبالغ تجاوزت مليون جنيه تحت مسميات مختلفة ولم تتم تسويتها لغاية يوليو 2019 راجع الصفحات 38 و41 من التقرير أنا مبارح كان فيه سؤال عابر كده يعني في منقشة بين زميلين تناقش يعني في يعني ماسك وقعة ونقول مضى عليها زمن دي هتبقى سقطت بالتقادم قالدي وقعت اختلاص قال سقطت بالتقادم فاختلف وبعدين احتكم إلي فيما اختلف فيه فقلت لهم لا تسقط بالتقادم وحساب مدة التقادم بالنسبة لاختلاس المعاني العام أو الاستيلاء عليه يحسب من وقت اكتشاف الاختلاص أو الاستيل ده نص موجود في القنون هل نص نص وحيد خدوا بقى الات كمان اخفاء الاشياء المسروقة ما هو اللي خد واخفى لا يحسب التقادم الا من وقت العلم بالايه بالاخفاء لانه مدام مخفي يبقى يتعذر على السلطات ان تصل الى الايه من اخفى وبالتالي لا تمتع بالتقادم جرائم خيانة الامانة انا خدت منك وديعة اتنين تلاتة على سبيل الوديعة او على سبيل الايجارة لا يبدأ التقادم الا بعد ان تنذرني وتكلفني بالرد ثم اعجز عن الرد فيبدأ التقادم لانه مفترض ممكن الوديعة تقعد عندي عشر سنين فدي ما هيش معناها ان انا ان اعلنتني وانذرتني بوجوب رد الوديعة وامتنعت او عجزت عن رد الوديعة كلام ده له قصد كمان عشان برضو زملائي المحامين اللي بيشتغلوا حقيقة بالمحاما يعرفوها المادة خمستاشر من قانون الاجراءات الجنائية وهي تتحدث عن انقضاء الدعوة الجنائية اقروا معايا كده حضراتكم بتقول المادة خمستاشر تنقضي الدعوة الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة من يوم ايه وقوع الجريمة ده القاعدة العامة اسمها لقاعدة العامة اللي يوقف عندها وما يكملش قرية النص اللي هو محامي ولهو يعرف قانون ليه لانه لازم تقرى النص بدقة وانا ساعات بيعرض عليها النص يمكن لانا قريم مئة مرة الف مرة ومع ذلك انا لا اتعالى على النص في المرة الالف وواحد افتحه وقرأة تاني لانه قد يكشف لي حاجة انا ما كنت شوك بيبالي منها بقيت النص بقول ايه باه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يعني اذا فيه نصوص في القانون بتنص على ان التقادم لا يحسب من يوم وقوع الجريمة وده مثل قال اما في الجرائم المنصوص يعليها في المواد 117 اللي هي استخدام العمال صخرة وعاء حجز مرتباته ومية ومية ستة وشرين اللي هي تعزيب متهم لحمله على الاعتراف ومية سبعة وشرين اساءت معاملة متهم محجوز وبتنين اتنين وتمانين اللي هي القبض على الناس بغير وجه حق وتلتمية تسعة مكرر التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتلتمية وتسعة مكرر الالف اذاعة تسجيل محصول عليه بطريقة غير صحيحة دي لا يسقط عنها التقادم لا تنقضي بالتقادم قد إنما لدربت لكم أمثلة عليه في خيانة الأمانة وفي إخفاء أشياء مصروقة وفي الجرائم التعدي على المال العام لا يبدأ التقادم إلا في الموعيد اللي أنا قلته وعلى ذلك بشارة أقولها لزملائي وليس المقصد منها أحدا بعين أن الوقائع التي تضمنها التقرير وكشفها وترجع إلى سنوات مضت يبدأ تقادمها من يوم الكشف عنها وليس من يوم وقوعها أختم هذا الكلام أقول لكم الآتي أنا ما أعرضته هو الترك الثقيلة الترك الثقيلة جدا التي ورثتها والهم العريض جدا الذي حملته وأنا على عهد معكم أنني سأفي بواجبي إذا أترك الثقيلة وإذا الهم العريض الذي أحمله عنكم قد يبدو أنني هذه الملفات تخليت عنها لا دي كشفت النهار إنما إحنا أمامنا لسه أشياء كثيرة جدا أنا أنا لسه حيجلنا 2019 وعندنا 2016 و2017 وعندنا تقارير لبعض النقابات الفرعية إنما ده مش هيصرفني ولن يصرفني وهو لا يصرفني فعلا عن مهام أخرى كثيرة عاوز أقولها لكم أولها تطوير منظومة العلاج أولها تطوير منظومة العلاج باستبدالها وإحلال منظومة جديدة محلها تضمن للمحامي والمحامية علاجا كريما في نقابة كريمة الملف التاني تطوير منظومة سداد الاشتراكات والرسوم وغيرها وجعل كل تعاملات المحامي والمحامية مع النقابة إلكترونية تالتة تقديم خدمات حقيقية وملموسة لشباب المحامين وده ملف كبير جدا يمكن أن أكلمتوك فيه قبل كده لما لا بأس من ذكر بعض العناوين مش حيبة فيه محامة بكرة إلا إذا الجيل لداخل النهار ده ومبارأ لاقى العناية التي يجب أن توجه إليه من ناحية التمرين والتدريب من ناحية التأهيل من ناحية الظروف والمناخ الذي يؤدي فيه عمله من ناحية الإمكانيات التي تتتح له من ناحية المكتبات التي قد يعز عليه أن يجد كتبها وثمنها في داخل النقابات على الأقل دوائر المحاكم الابتدائية ثم جزئية وأن يسهل مهم الدعم الكتاب المهم للمحامي بمعرفة النقابة وأن يعاد إصدار مجلة المحاماة وملاحقة وأن 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 وإنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لأفضل وأرقى الأساليب كما تؤدي مهمة حقيقية في الإطار الواجب وهي مرحلة يجب أن تكون تالية لمعهد المحاماة ما ينفعش أن أقول معهد المحاماة أخذه عشان ابتدائي وقول الأكاديمية أخذها عشان أخش جزء بالعامة لا هو ممكن يبقى منطقي أن أكاديمية أخذها عشان أتقايد السئناف مثلا يعني إنما الأكاديمية نفسية نحن نعمل بجد واجتهاد علشان إنشاءها ما هو مطلوب للشباب كتير النشاط الرياضي مطلوب مطلوب أن يغطى حاجات كثيرة جدا لما في ملف أنا عاوز برضو أقول لكم أن أنا معني به جدا 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 ملف المعاشات يمكن أنا اتكلمت فيه قبل كده وقلت يعني ما يحدوني إلى هذا الفارق الضغم بين معاشات القديمة والمعاشات الحالية وإن أنا بيعرض عليها أحيانا سيدة أرمالة معاشها 300 جنيه وعندها الثلاثة في الجامعة وواحد في سنة وبنت في ابتدائي ولا في أعدادي 300 جنيه ما نجيبش أكلها وإحنا ماشيين ومسمين نفسنا بنصرف معاشات لما جينا نرفع بنرفع للنسبة للإحياء أكتر والنازل يفتكرها بنكلة طبعا أنا يمكن أن أتقال أنه أنا ليست إمكانياتي كإمكانيات الدولة الدولة لما ترفع المعاشات بترفع للكل إنما على الأقل يبقى نجبر الضرر بطريقة معقولة فأنا منشغل جدا بالملف إنما أحد الحاجات اللي جاتني بالليل مبارح يمكن خدت مني ثلاثة أربعة ساعات وأنا قاعد أتأمل فيه فيه كتير من الزملاء بيعكبوني بيقولوا أنت قلت وأنا قلت فعل أن المعاش بالبطاقة أنا قلت كده فعل في السنة حبيت أوضح لهم قلت لهم الكرني ده أو البطاقة دي ده سنة صرف يعني أنا بس بتصفد بسد ده عد فيه عبان الصحب ليه معاش إنما قيمة المعاش لابد من العودة فيها إلى ملف ليه لأن قانون المحامة رابط المعاش بسنة الاشتغال يعني قال السنة يستحق عنها كذا جنيه اشتغلت 30 سنة يبقى القيمة دي مضروبة في 30 اشتغلت 20 يبقى القيمة دي مضروبة وهكذا وبالتالي لابد من العودة الملف عشان يتحسب لي سنوات الاشتغال عشان يربط المعاش الناس هو بيقول لهم المادة 197 يقد أرجو حضراتكم اتبعوني قوي في القصة دي لأن كنتوا أصحاب حق كلكم فيها حتى الشاب النهار ده بكرة هيبقى شيخ عشان كده اللي بقول ده في مصلحة الجميع حتى صفوة الشباب بيقول يخدر المعاش المنصوصة عليه في المادة السابقة بواقع ستة جناتها ستة ما ترفعت في جميع المهمية مش دي القضية عن كل سنة من سنوات الاشتغال هيبوة ده النص اللي عامل المشكلة عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحام بحد أقصى قدروه كذا النص ده كان فيه ما يقبله في القانون واحد ستين سنة تمانية ستين أو تمانية ستين سنة واحد ستين تأسف قديم النص ده قديم بيربط المعاش بسنوات الاشتغال بسنة لما بقى مات رحمة الله عليه سنة واحد ستين محدش قال له تعالى قدم توكيلات ولا قدم محاضر جلسات ولا قدم عطية ده متأيد سنة خمسة وعشرين مات سنة واحد وستين احسب يا جدع تفضل خلال قال له او ما قال ايه اللي بيحصل ده ده المحام ييجي يطلع معاش هو حي يقولوا بقى انت تجيب سنوات قدلة تشغال عن كل سنة انت بقى لك اربعين سنة تجيب عن الاربعين سنة عن كل سنة والسنة اللي ما حتجيبش فيها دليش تغال مش هتحسب لك ايه عام الادلة اقول لك اما عاوزين مثلا انتوكيلات وعاوزين ما حضر دراسة وعاوزين كذا كذا مات المحام مسيكوا في الارمال يا ولدا والايتام يا ولدا هتولنا ادلت اشتغال بقى المحام في الاربعين سنة اللي كان فيها محام يجيبوها ازاي روحوا فين دوروا فين كلام دا انا كنت قلت في حديث ليه في الارام منشور النهاردة منشور النهاردة في الارام على صفحة كاملة في الارام ان انا دا يستوجب تعديل تشريعي وقد يكون هذا صحيحا انما انا لما تأملت لقيت ان انا لست في حاجة دلوقت هو لهذا التعديل التشريعي بالنسبة لجبر الضرر الضخم الذي يحدث بلا سند ايه بقى ترى الضرر الضخم الذي يحدث بلا سند عشان تفهموا اصد ايه نرجع لبداية المحامات ابان ان كان هناك اجيال العظماء هتلاقوا على سبيل المثال مصطفى النحاس باشر بدأ محام وبعدين بقى قاضي وبعدين نرجع بقى محام وبعدين التعين وزير وبعدين نرجع بقى محام وبعدين بقى رئيس وزراء اربع مرات ويرجع محامات هذه الفترات هي التي كانت مقصودة ان انا حينما اعين في منصب او في وظيفة تتعارض مع المحامات بنقل اسمي الى جدوى غير غير المشتغلين يبقى سنوات الاشتغال هي السنوات اللي ما كانش فيها اللي لا ينطبخ عليها لا لا اشتغال فيها ما عدا هذه السنوات اشتغال اتقايت انت حضرتك من سنة عشرين لسنة ستين واربعين سنة اذا كان انت مارست في خلال الفترة دي عمل نقلت فيه اسمك لغدوى غير المشتغلين او نقل اسمك بقرار من النقابة لجدوى غير المشتغلين جزاء لك يبقى هذه السنوات المقصودة بس ما تتحسبش انما اخش لك على السنوات اللي هي اصلا سنوات اشتغال واقول لك تعال يا عايش او تعال يا ارملة ويا ايتام قدموا عن كل سنة من السنوات الاربعين او الخمسين ده بقالت ان هذا ليس اشتغالا بالمحام هذا كلام حماري ما تزعلوش حقول تاني هذا كلام حماري لان هناك فارق بين الاشتغال وبين الرزق بين الاشتغال وبين الرزق المحام قد يكون مشتغلا ولا يأتيه رزق ولا يحول هذا بينه وبين كونه محام المحام حينما يتقدم به العمر يقل عمل وقد يمض بالمعين ولكنه محام ولم يشتغل الشغلة اخرى ولا يعمل بعمل اخر غير المحام هو محام مشتغل بالمحام لم يزبط في حقه انه ترك المحام لا راح يشتغل سواء تكتك ولا يشتغل حلاء ولا تعين رئيس مجلس دارة ولا بقى وزير هو شغل محام مجالوش رزق مجالوش رزق الرزق حاجة واشتغال حاجة ادي حاجة حاجة تانية بقى سنوات الاشتغال دي سنوات محددة يعني تفتح الملف واضحة قدامك مخصوب منه عشر سنوات كان فيها وزير مخصوب منه خمس سنوات كان فيها بيشتغل رئيس مجلس دارة مخصوب منه سنة التحق فيها بكذا دي حاجات كلها سبتة انما السنوات اللي هو ما قد عنها هوية في الملاف بتاعه سنوات اشتغال ازاي تطلبه بقدلة اشتغال على ما هو سابت في ملافه وحضر انكم مسل بيا مسلا انا بدأت المحامات سنة في تسعتاشر تمانية تسعة وموجود في جدوى المشتغلين محامي وقدأت التمريم في مكتب ابي رحمه الله محامي جيت التحقت بالقضاء العسكري في تسعة تسعة وعشرين ستة الف وتسعمية واحد ستين فتقدمت للمنقابة قلت له مرجاء نقل اسمي الى جدول غير المشتغلين لان انا ما عدتش محامي وعشان احفظ حقي فان انا لما ارجع هيتعسب لي السنتين اللي فاتوا في تاريخي في المحامات عشان اراجات القيد فنقل اسمي الى جدول غير المشتغلين ولما استقلت في سنة ستة سبعين روحت المصطفى بلبردع النقيب العظيم للمحامين وتقدمت اليه بطلب لاعادة اسمي الى جدول في النقابة قعدوني الى جدول المشتغلين تفتح الملف بتاعي انت حتلاقي من سنة من تسعة ستاشر تمانية الى تسعة وعشرين ستة عالف 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 رجائي محامي مشتغل خلاص وحتلاقي من اخر ستة وسبعين ها الى الان رجائي محامي مشتغل وحتلاقي اللي في الوسط ده انا في جد وغير المشتغلين هو ده المقصود السنوات دي ما تتحسبش في المعاش انما ييجي واحد يقول لولادي مثلا او الاحفادي بعد كده تعالى اثبت ان رجائي اعطيك بشتغل بالمحامي من سنة ستة وسبعين غاية تتحك تتحك وطبعا الضحكات كثيرة يعني وبالتالي عاوز اقول لكم بقى حاجة انا حطلع بيان ما يطلبه بعض الموظفين من الارام واليتام او من المحامين من تقدم بادلة الشغال عن كل السنوات هذا طلب غير قانوني وغير جائز سنوات الاشتغال محددة في ملف كل محامي تحديدا نافيا للجهالة اما لها سنوات سابتة سابت في حقه انه ترك المحاما وعمل عملا اخر فهي ليس السنوات اشتغال او ان النقابة قد جازته مثلا تبقى للمدر 20 بنقل اسمه الى جد والغير المشتغلين ليس السنوات اشتغال اما ما عدا هذا في السنوات التي سدد عنها الاشتراك ويمارس العمل هي سنوات اشتغال ولا يطلب المحامي بتقديم ادلة ادلة اشتغال عنها هذا الاعنات بدأ منذ بدعة الزوال بدعة اغلقت فيها بيوت اغلقت فيها بيوت انا عاوز اقول انه المهم اللي احنا شايلينها دي مهمة كبيرة جدا وامانة عظيمة جدا 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 واجب علينا ان نحملها وان نهديها انا لا اعنى بتاتا ولا اعتمد بتاتا بما قد يقال في حقي من اتهامات بطلة او لغبة لا لا يعني انما لو في نقد اتقال صح ارجع نفسي اعطو مش غلط اننا كل البشر يخطاؤون وخير وخطائينا التوابون انما لن يحسب خطأ ان انا مثلا اتقال ان انا مثلا صرفت في العلاج اكثر لما اكون صرفت في العلاج احطر على المرضى احسن ما كنت صرفت في مؤتمرات لعائدة منها مثلا يعني مثلا انا مش ما رد على حد ومش نا ارد على حد انا عارف طريقي وعارف سكتي وعارف ان انا في خدمة الجمعية الامومية للمحامين وفي خدمة كل محام محامية مصر على الجمعية ان تحصل على حقوقها مني وعلى كل محام ومحامية ان يحصل على حقي وحقها مني وانا الى ان اموت سازل وافيا موفيا بهذا العهد اعيدكم الا احدا واعيدكم مهما لاقيت من صعاب ومن مشاق فانا على الطريق ماضم لتحقيق نبل الغاية وعظمة الرسالة التي جئت من اجلها الى نقابة المحامين اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته